السلام عليكم وبركاته اهلا وسهلا بكم وفيديو جديد بعد غياب حوالي 3 اسابيع بعتذر جدا عن هذا التأخير ولكن رجعيني النهاردة نتكلم على دالة دالة تعتبر جديدة صحيح مش قوي بقالها يمكن سنة ولكن بالنسبة للقناة عندنا دي اول مرة نتكلم عنها وتعالنا نروح بسرعة ونشوف ايه دالة لمدة دي ونشوف ايه وظيفتها وبتشتغل ازاي دالة لمدة وظيفتها ان هي استخدمها عشان اعمل وظائف مخصصة او اعمل custom function يعني انا هستخدم دالة اسمها لمدة عشان اعمل الدالة بتاعتي انا طب ده معناه ايه او ايه استخدامتها او ايه فايدتها اول حاجة ان انا ممكن اعمل بيها دالة قابلة لعاية الاستخدام يعني ممكن اعمل بيها دالة استخدمها اكتر من مرة وكمان ممكن استدعيها باسم مقلوف يعني اسميها اي اسم انا عايزه وستدعيها في اي وقت انا عايزه الحاجة التانية ان انا ممكن استخدم الدالة دي في اي مكان بس داخل نفس ملف الاسل يعني جوة ملف الاسل اقدر استخدم الدالة دي في اي سل او في اي شيت او في اي object داخل الاسل workbook الحاجة التانية ان انا باستدعيها بالزبط زي وظيفة اكسل الاصلية زي انا باستدعي دالة سم باكتب سم وبعد كده افتح قصين وحدد الرينج نفس الكلام بالزبط هعمله في الدالة اللي انا هنشئها باستخدام لمضة حديها اسم انا عايزه وبعد كده استدعي الاسم ده واحط البرامترز اللي انا برضو هحددها علشان الدالة دي تشتغل الهدف منها ان انا اعمل صيغة شائعة يعني فيه كالكليشن معينة جوه الشيت بتاعتي او جوه الوركبوك بتاعي بعملها باستمرار فبدل ما كل شوية عمل لها copy paste لا انا هستدعيها علشان ده ممكن يساعدني في تقديل الاخطاء والحاجة الاخيرة والان انا شايفها مفيدة جدا انك مش بحتاج تكون تعرف vba او macro او حتى javascript لان انت ممكن تستخدمها حتى لو انت متعرفش اكواد خالص موضوع بسيط جدا وده اللي هنشوفه في المثال دلوقتي حالا مثال بسيط جدا عندي اربع منتجات a و b و c و d وعندي الكلوم في الاسعار وعندي الديسكاونت الموجود على كل منتج والمطلوب اني احسب السعر بعد الديسكاونت وعشان اعمل كده محتاج اعمل معادلة او صيغة مش محتاج اي دوال خالص في الوقت الحالي فبمنتهى البساطة هدوس على equal واختار الخانة او السل اللي فيها السعر هاختارها وبعد كده هضربها في حاجة فهدوس على رمز الضرب وبعد افتح قوس واقول واحد minus وبعد اختار السل اللي فيها الدسكاونت طبعا انا عندي 100 جنيه يبقى السعر بعد الدسكاونت لو هو 10% زي الحالة بتاعتنا دي يبقى السعر بعد الدسكاونت هيكون 90 جنيه زي ما انت شايف طيغة 90 وما فيش عندي اي decimal places يعني 90.000 طب تعانا ااخد نفس الصيغة دي ونعمل copy ctrl c و ctrl v تحتيها هتلاقي لا والله انه المرة دي انا عندي 85 جنيه price والدسكاونت 12.5% يبقى عندي صافي السعر او السعر بعد الدسكاونت 74.375 طبعا لو بفردن ده مثلا جنيه مصري مفيش حاجة اسمها 74 جنيه 0.375 لازم اعمل rounding يبقى انا محتاج ارجع تاني على اول sell وقبل الصيغة بتاعتي دي هستخدم function او هستخدم دالة اللي هي round فحبدأ اكتب round وبعد كده افتح قوس وفي الاخر هعمل كاما وعايز اعمل تقريب الى اقرب على 220 فحكتب اتنين واقف القوس ودوس enter نفس التسعين ولكن لو نزلت تحت هيبقى السعر بعد الدسكاونت لل85 جنيه هو 74 جنيه و38 قرش لو احنا متكلم على عملة الجنيه المصري المطلوب مني دلوقتي ان انا الصيغة اللي قدامنا وهي عبارة عن دالة وجواها صيغة اللي هي round وبعد كده الى calculation بتاعتنا محتاج ان انا احولها الى custom function او الى وظيفة مخصصة او دالة مخصصة سميها زي ما انت عايز او بالانجليزي زي بيقوله custom function هعمل كده ازاي هعمل كده باستخدام دالة لمضة تعال نبدأ نقف تحت ونجرب لمضة هنا هدوس equal وبعد اكتب لمضة لمضة محتاجة مني ايه محتاجة مني ايه محتاجة مني ازاي ما حاك شايف هنا يئمة parameter او calculation يعني ايه parameter parameter يعني ممكن تقول variable ال variable ده انا هستخدمه عشان استعيد به عن ال input الاصلي بتاعي يعني مثلا لو فكرنا في ال calculation بتاعتنا هنا تاني هتلاقي ان انا بحتاج ال cell اللي بالازرق دي اللي هي c6 وبحتاج كمان input ال cell اللي هي d6 يبقى انا عندي two inputs او two variables او عندي متغيرين المتغير الاول اللي هو السعر والمتغير الاخر اللي هو discount يبقى انا عايز رمزين يعبروا عن المتغيرين دول فحنزل تحت وحبدأ اكتب تاني يساوي وقادي لمضة وحيطلب مني ال parameters عايز حاجة تعبر عن price فحسميها p وليكن p وبعين كما عايز المتغير التاني بيعبر عن discount فحسميها وليكن مثلا d فبقى عندي p وبقى عندي d بيعبروا عن price وال discount هعمل كما الحاجة التالتة حيطلب مني برضو parameter او calculation خد بالك هو كل الطلبات ياما parameter ياما calculation ياما parameter ياما calculation انا خلصت ال parameters بتاعتي هتدي له السعر هتدي له discount محتاج بعد كده اقول له هتحسب القصة دي ازاي السيغة بتاعتي already موجودة فوق وانا انا اخد منها copy فهعمل control v دي السيغة بتاعتي لو سمحت اعمل round لي حاصل الضرب بتاع اللي موجود في cell c6 مضروبه في واحد minus cell d6 لكن خد بالك ان انا هعوض عن price بال p يبقى c6 دي هعلم عليها وكتب مكانها p وال d6 اللي هي مكانة discount هكتب مكانها d يبقى كاني بقول لو سمحت انت عندك اتنين متغير واحد اسمه p واحد اسمه d لما تاخد ال p وال d تعمل round وتضرب ال p في واحد ماينس ال d وطبعا عايز اعمل تقريب لاربع عمتين عشريتين وفي الاخر حقف القص بتاع ال round وادوس انتر والمفاجأة الظريفة انك هتلاقي بيدي لك error تعالى نبص مع بعض على formula bar انا بقول له ايه بقول له فيه متغير p ومتغير d وبعد كده بقول له يعمل ايه بيهم لك انا محتاج ادي له قيم للمتغيرات دي يبقى انا محتاج الاول اجرب واشوف هل متغيرات دي لو اديتها له حيديه نتيجة متوقعة ولا لا طبعا في الحالة بتاعتنا ما ادينا له متغير عشان ادي له متغير هعمل double click هنا وهفتح قصف الاخر بعد ما خلصت الفونكشن خالص وابدأ ادي له متغيرات اول متغير تعالى نجرب product b اللي كان فيه rounding فهاختار ال 85 اللي هي c7 وبعد كده اعمل كاما واختار discount وبعد كده اقفل وادوس enter ادي نفس النتيجة بالزبط اللي هي 74.80 يبقى انا كده عرفت ازاي اعمل لمدة وكمان عرفت ازاي دي دي المتغير ولكن طبعا هتقول لي طب من اللي موجود هنا اسهل لانك في الاخر برضو روحت ادي two parameters بعد ما كده بتسيغة طويلة جدا فده فايداتها ايه فايداتها بقى انا اعرفها دلوقتي حالا ان انت ممكن تاخد لمدة دي بعد ما عملنا الفنكشن دي بالكامل وتاخد منها copy وبعدين تروح على التابة بتاعة formula وتختار حاجة اسمها define name وتعالي ادي اسم الفنكشن اللي بتحسب لي discounted price فممكن هنا اكتب disk price وبعدين اجي هنا بيقولك refer to واعمل paste للمدة اللي انا عملتها قبل كده اعتقد في الاول محتاج تقول له equal وبعد كده ادوس على اوكي وتعالي بقى دلوقتي نجرب نستخدم لمدة انا همسح اللي كان موجود في التابل وفتكر معا الارقام اللي كانت هنا وهبدأ اكتب equal احنا سمينا الفنكشن ايه سميناها discounted price هكتب disk price اهي الفنكشن بتاعتنا لسه عملناها اسمها discounted price او disk price ندبل كليك عليها طلب مني بي ودي البي موجود هنا والدي موجود هنا وهقفل القوس وادوس انتر الدي تسعين جنيه ولوش هديناها لغاية تحت خالص هتلاقي الكالكريشن بتاعنا مزبوط يبقى اخد اول رقم بتاع البرايس وضربه في one minus discount وبعد كده اعمل عملية الراوند كل ده في خطوة واحدة لما اديتوا الفنكشن اللي اسمها discounted price وزي ما اتفقنا طالما ديناها اسم عملناها define name فهي موجودة وشغالة معايا اكروس كل الورك بوك زي ما حرارك شفت كده بالزبط طبعا انا حاولت اشرح مثال مبسط قد ما اقدر حاولت ان يكون مفيد ولكن ما يكونش معاقد قوي عشان الفكرة توصل لكن لو عندك صيغة معقدة جدا وكبيرة لمضة هتكون مفيدة جدا ليك كمان ممكن تديها لزميلك اللي بيشتغل معك على نفس الملف خاصة لو هما مش عارفين ازاي يعملوا صيغة معقدة ومكالكعة وبالتالي هتكون الفايدة للجميع خد بالك ان اللامضة كمان بتستخدم كدلة مساعدة جوا دوال تانية زي مثلا بايرو وباي كولوم وزي كمان دلة ريديوس ودلة ماب يمكن نتكلم عنه فيديوهات جاية ولكن ان شاء الله المرة الجاية هنرجع نتكلم تاني على الباور بي اي هنتكلم على موضوعات كنا جبنا سيئتها قبل كده زي الموبايل ابليكيشن وازاي تعمل موبايل فيو فخلينا ان شاء الله نرجع تاني على الباور بي ايه المرة الجاية ولو عارك الفيديو دي لو سمحت اعمل لايك واشترك في القناة واسب لي تعليق وما فيش مانع كمان تنشر الفيديو عشان الفايدة تكون اعام للناس كلها ان شاء الله واشوفكم المرة الجاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته